أجواء مشحونة من التوتر تخيم على مناطق شمال شرق سوريا بعد قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية استهدف حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط السوري الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها في ريفيدير الزور الشرقي في تفاصيل آخر الأخبار الواردة من هناك تقول شبكة فراتبوست المحلية إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة حقل العمر مصدره مناطق سيطرة نظام والميليشيات الإيرانية وسط اشتغال نيران داخل منطقة الحقل وبحسب الشبكة فإن قوات التحالف الدولي ردت على مصادر النيران بقصف مواقع الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين في حين قالت وسائل إعلامية إن نقطة عسكرية تابعة لميليشي الحرس الثوري الإيراني تعرضت الاستهداف بغارة جوية قرب بادية بلدة جلاء بريف البوكمال شرق دير الزور عقب الهجوم على قاعدة حقل العمر بينما نشرت قوات التحالف الدولي على صفحتها الرسمية في تويتر إجراء القوات الأمريكية ضمن قوات التحالف بالقرب من دير الزور تمرين تشغيليا على منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة لحفاظ على كفاءة الطاقم وجهزيته ليست هي المرة الأولى التي تتعارض لها القواعد الأمريكية في سوريا لهجمات في تصعيد غير مسبق على الأمريكيين في سوريا ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من هجمات إسرائيلية بالصواريخ استهدفت المنطقة الجنوبية فما الذي يجري في القواعد الأمريكية وماذا تريد طهران من هذا التصعيد وهل سيبقى رد واشنطن في إطار احتواء المواقف شكرا